اكدت سعادة الاستاذ هلالانصاري المين العام للمجلس الاعلى للمرأة ان التركيز على التطوير وتحديث السياسات الاجتماعية وربطها بالمواطنة والهوية وتقييم اثرها على التماسك والاستقرار المجتمعي يجب ان يتصدر قائمة الاولويات مع الاستمرار في احتواء تداعيات الجائحة الصحية باثارها الاقتصادية والاجتماعية وبما يستجد من تحديات وظواهر مربكة لقيم مجتمعات الخليجية والعربية والاسلامية التي يجب ان يكون التعامل معها على مستوى ما تمثله من خطر على الهوية الجمعية والنسيج المجتمعي والمنظومة الفكرية والعقائدية لشعوب المنطقة جاء ذلك خلال ورقة عمل تقدمت بها سعادتها لدى مشاركتها كمتحدث رئيسي في ندوة بعنوان السياسات الاجتماعية لترسيخ ممارسة المواطنة المسؤولة في دول مجلس التعاون ضمن المنتدى الخليجي للسياسات الاسرية الذي نظمه المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالامانة العامة لمجلس التعاون بدول الخليج العربية وأقيم بمدينة صلالة بسلطنة عمان الشقيقة استعرضت خلالها عددا من الممارسات العملية التي انتهجتها مملكة البحرين على صعيد ترسيخ المواطنة والمسؤولية ومما تجدر له الإشارة فإن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي تأخذ مرتبة السياسة العامة لمتابعة تقدم المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين تعتبر رافدا من روافد السياسة الاجتماعية الشاملة في مملكة البحرين وتحرص من خلال استراتيجيات عملها على تطعيم برامجها بما يسهم في تكريس قيم التكافل الاجتماعي والاستقرار الأسري والمجتمعي ولما يضمن تعزيز دور المرأة كلاعب أساسي في الحفاظ على منظومة القيم والهوية الوطنية في محيط دورها التربوي إلى جانب الرجل ومن أبرز المبادرات التي نعتز بها على الصعيد الوطني هي إنشاء مركز خاص لدعم المرأة البحرينية لمتابعة كافة احتياجاتها وحل المشكلات التي تواجهها سواء المرتبطة بالحماية الاجتماعية أو الخدمات الإسكانية أو الشؤون الأسرية أو حتى القضايا المرتبطة باستقرارها في بيئة العمل كما تطور مملكة البحرين وبشكل مستمر المشروع الخاص بدعم وتمكين الأسر المنتجة وقد خصصت جائزتين لتشجيع منتجات الأسر ومشاريعها على المستويين الوطني والعربي باسم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم وتهدف هاتين المبادرتين إلى ربط المنتج الوطني بالأسواق المحلية والعالمية ولتمكين الأسر المنتجة من التوسع في أعمالها والانتقال لمجالات ريادة العمل الحر